بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا انكرة قاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادا فقالان ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقَنَا مِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَغَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر